موسيقى بعد السعي الاعلامي الاسرائيلي لاظهر السوريين كمن يستنجد بالاسرائيليين لخلاصهم وسائل اعلام اسرائيلية تكشف وجود منظمات اسرائيلية تعمل في سوريا تحت طابعا انساني من الاسماعيل وتفاصيل تقرير للقناة العاشرة الاسرائيلية كشف عن وجود منظمة اسرائيلية تعمل في سوريا منذ ثلاث سنوات على تقديم المساعدات الانسانية للاجئين سوريين تجمعوا داخل سوريا او بالقرب من الحدود معظم المتطوعين في هذه المنظمة هم من خرجي الوحدات الخاصة في الجيش الاسرائيلي ولديهم التجربة الامنية الغنية بحسب القناة العاشرة ويقابلون اللاجئين بهويات مستعارة هذا حامد ضابط اسرائيلي من وحدة المستعربين هو المسؤول عن امن الاسرائيليين في هذه المهمة انا تدربت في الجيش الاسرائيلي انا من انتاج الجيش الاسرائيلي وهذه عنبال اسم مستعار ايضا هي مديرة هذه المنظمة الاسرائيلية وتعرف جيدا بعضا من مجموعات المعارضة المسلحة في سوريا والكلام للقناة العاشرة ايضا صحيفة يدعوت احرنوت بدورها اجرت مقابلات مع بعض الناشطين في هذه المنظمة الصحيفة نقلت عن عنات وهي ناشطة في المنظمة قولها ان العنصر المشترك بين اعضاء هذه المنظمة هو انهم واثقون من تفوق اسرائيل التام على جيرانها وانهم في الوقت نفسه يستطيعون ان ينظروا الى اعدائهم اذا اضطروا عبر مهداف البنادق هذه المنظمة ليست الوحيدة التي تنشط داخل سوريا موتي كهانا رجل اعمال اسرائيلي امريكي يدعم منذ سنتين المسلحين في سوريا اقتصاديا بحسب القناة الثانية وهو ايضا زار مخيمات اللاجئين في محيط سوريا وفي بعض الاماكن داخل سوريا انا وعدد من الاصدقاء من اسرائيل نساعد المسلحين في سوريا بدأنا مساعدتهم عبر تزويدهم بالقمح والحفظات والبطانيات واليوم نساعدهم عبر قروض صغيرة هذا السعي الاسرائيلي لاستمالة اللاجئين السوريين عبر منظمات تكتسي طابعا انسانيا حينا وعبر مساعدات اقتصادية حينا اخر يطرح علامات استفهام حول الغايات الحقيقية من ورائه ولسيما انه مصحوب بمخاطر عالية لا يخفي القيمون عليه وجودها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة